السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس الرياضي هنبتدي مع بعض إن شاء الله النهاردة وهناخد نظرية جديدة النظرية بتتكلم على الدرس بتاع التباين إحنا كنا قلنا معنا التباين في المسلس يعني إزا يقدر أعرف إزا كان في زاوية أكبر من زاوية أو في ضلع أكبر من ضلع النظرية بتاعة النهاردة هتربط لي ما بين أطوال أضلاع المسلس وما بين قياسات زاوية المسلس طب ازاي النظرية بتقول إذا اختلف طول ضلعين في مسلس فأكبرهما في الطول تقابله زاوية أكبر في القياس من التي تقابل الضلع الآخر يبقى إذا اختلف طول ضلعين يعني لو في عندي ضلع أكبر من ضلع هيبقى في عندي زاوية أكبر من زاوية مين الزاوية الكبيرة؟ الزاوية الكبيرة هي اللي بتقابل الضلع الأكبر طيب تعالوا نشوف كده. هناخد في الرسم بتاعي. ايه عندي? المسلح. ومديني فيه الضلع. اكبر من الضلع. يبقى انا فيه عندي هنا ضلع اللي هو اكبر من طول الضلع. يعني اكبر منه. يعني لو مسلا الالب ده طوله عشرة. يبقى الالف جيم طوله تمانية او طوله سبعة. المهم ان فيه ضلع اكبر من التاني. بعرف منين? بعرف من خلال طول الضلع. طيب ما فيه ضلع اكبر من ضلع. الزاوية المقابلة للضلع الف بي. اللي هي عندي هنا زاوية جيم. هتبقى اكبر من قياس الزاوية المقابلة للضلع الف جيم. اللي هي هتبقى زاوية بي. علشان اقدر احدد الزاوية المقابلة للضلع. انا باخد اسم المسلس. المسلس بتاعي اسمه الف بي. اخترت الضلع الف بي. يبقى مين الحرف اللي احنا ما قلناهوش? من الزاوية اللي فضله هي زاوية جيم. يبقى دايما الضلع الف بي. مثلا يقبل زوية جيم الضلع ألف جيم تقبل زوية به لو أنا قلت الضلع به جيم هتقبل زوية ألف الزوية المقابلة للضلع ما بيبقاش فيها أي حرف من حروف الضلع يبقى هنا النظرية بتتكلم باختصاره ببساطة إنه لو في ضلع أكبر من ضلع هتبقى فيه عندي الزوية المقابلة له أكبر من الزوية التام زي ما أخذنا في المصلة المتساوظ ساقين أنه لو فيه ضلع يساوي ضلع هيبقى فيه زاوية تساوي زاوية النهاردة بنقول أنه لو فيه ضلع أكبر من ضلع هيبقى فيه زاوية أكبر من زاوية طبعاً دي نظرية من النظرات المهمة جداً جداً في التباهم طب فهل نشوف الملاحظة اللي احنا نتكلم عنها دي أكبر زاوية المثلث في القياس تقابل أكبر أضلع المثلث طولاً وتكون أكبر من 60 درجة يعني إيه؟ يعني أكبر زاوية في المثلث هتكون بتقابل أكبر دلع في المثلث المثلث بيكون موجود فيه ثلاث زاوية فيه زاوية ممكن تكون أقل من 60 درجة وفيه زاوية أكبر من 60 درجة الزاوية اللي أكبر من 60 درجة هيقابلها أكبر أضلع المثلث والزاوية الأقل أصغر زاوية المثلث في القياس تقابل أصغر أضلع المثلث طولاً وقياسها هيكون أقل من 60 درجة طب تعالوا في كلام ده في المثلث لو أنا عندي المثلث ألف بهجيم هنرسمه مع بعضه لو أنا عندي الضلع ألف بي أكبر من الضلع بهجيم والضلع بهجيم أكبر من الضلع ألف جيم يعني كده رتبت أضلع المثلث أكبر ضلع فيهم هو ألف بي وأصغر ضلع عندي هنا هو ألف جيم إيه بقى؟ لو أنا عندي هنا في الشكل ده كده ده معناه الألف بي تقبله زاوية جيم معناه نقيه زاوية جيم أكبر من الضلع بهجيم يقبله زاوية ألف وضلع ألف جيم يقابله زوية بي يعني قياس زوية جيم أكبر من قياس زوية ألف وقياس زوية ألف أكبر من قياس زوية بي أي أن أكبر زوايا المثلث عندي هنا هي زوية جيم لأنها تقابل أكبر ضلع الزوية جيم دي لازم تكون أكبر من ستين درجة طيب وزوية بي اللي هي أصغر زوية هتقابل أصغر ضلع اللي هو الضلع ألف جيم وقياس زاوية B هيكون أقل من 60 درجة طب وشمعنا احنا اخترنا زاوية 60 وبنتكلم عنها لمؤلناس 70 أو 50 لأن الزاوية 60 دي إذا كانت في المسلس في زاويتين قياسهم 60 درجة هتبقى الثالثة 60 درجة ويبقى في الحالة دي المسلس متساوي الأضلاع فعشان كده أنا بقول لو هي الزاوية أكبر من 60 هتقابلها أكبر ضلع ولو هي أقل من 60 درجة هتقابلها أصغر أضلاع المسلس أو الضلع الكبير لازم يكون أصاده زاوية أكبر من 60 درجة والضلع الصغير لازم تقابل زاوية أقل من 60 درجة أصغر أضلاع المسلس يبقى إذا قياس زاوية جيم هتبقى أكبر من 60 وقياس زاوية بيه هتبقى أقل من 60 درجة تعالوا شوف تمرين مع بعض كده هنرسم الشكل الأصادي مديني سين صادعين لام ده شكل رباعي وقالي أن أنا عندي سين صاد أكبر من سين لام وقالي كمان أن أنا عندي صاد عين أكبر من عين لام وطالب مني أن أنا عبرها أن قياس زاوية سين لام عين أكبر من قياس زاوية سين صاد عين زي ما إحنا شايفين الشكل اللي قصدنا إحنا قدامنا شكل رباعي طب إحنا لسه قيلين أن إحنا هنقارن بين قياسات الزاوية فين يا أولاد برافو عليكم في المسلس الشكل اللي قدامي ده ما فيش فيه مسلس يعني أنا مش هقدر أشتغل عليه طول ما هو بالشكل ده طب أما أنا هعمل ليه في الحالة دي؟ في الحالة دي أنا لازم أوصل قطر من أكتار الشكل اللقصادي طب أنا لما أجي أوصل القطر أنا ممكن أوصل القطر صاد لام وممكن أوصل القطر سين عين يعني ممكن أوصل ما بين الرأسين صاد ولام أو ما بين الرأسين سين وعين يا ترى لما أجي أفكر بقى إن أنا أوصل أوصل ما بين أنهي اتنين أو إيه اللي بيخليني يرشدني للطريق الصحي اللي أنا هشتغل عليه لو أنا قريت اسم الزاوية اللي أنا اسم الزاويتين اللي أنا عايزة أقارم ما بينهم هلاقي إن رأس الزاوية الأولانية الزاوية الأولانية اسمها سين لام عين يعني رأسها لام وزاوية التانية سين صاد عين يعني رأسها صاد أنا بوصل ما بين الرأسين اللي أنا عايزة أقارم ما بينهم أو عايزة أوصل من الآخر ما بين الزاويتين اللي أنا عايزة أقارم ما بين قياستهم الزاوية الأولانية رأسها لام والزاوية التانية رأسها صاد إذن أنا هاوصل الضلع إيه؟ صاد لام خلي بالنا لأن الكلام ده مهم جدا يبقى أنا بوصل ما بين الرأسين اللي أنا عايزة أقارم ما بينهم طيب تعال نشوف مع بعض بعد ما هاوصل هيصبح فيه عندي كم مسلس في الشكل؟ مسلسين هنشتغل على مسلس مسلس نشوف مع بعض الحل كلنا هنجيب الورقة والألم ونبتدي نشتغل مع بعض أنا وصلت هو الضلع صاد لام يبقى أول حاجة هنعملها نوصل أو هنرسم اللام القطع المستقيمة لام صاد أطبح واضح طبعا عندي من الشكل أن أنا في عندي مسلسين المسلس الأولاني اسمه إيه؟ برافا عليكم سين صاد لام والمسلس الثاني عين صاد لام المسلس الأول اللي هو سين صاد لام إحنا قلن إن إحنا مين عندنا أكبر من مين؟ لأن سين صاد أكبر من سين لام تعالوا هنكتب الكلام ده يبقى بما أن المسلس سين صاد لام فيه سين صاد أكبر من سين لام إيه اللي هينتج يولات برافا عليكم زي ما أنتو كدين كده بالظبط هينتج النقياس الزاوية المقابلة للسين صاد أكبر من الزاوية المقابلة للسين لام مين الزاوية المقابلة للسين صاد؟ اللي ما فيهش ولا سين ولا صاد يبقى الزاوية اسمها إيه؟ سين لام صاد يعني رأسها هيبقى الزاوية لام. سين وأقراها بالتلات حروف ازاي؟ سين لام صاد. دايما رأس الزاوية بيكون تاني حرف بيتكتب في اسم الزاوية. طب السين لام وصاد وزاوية ايه؟ السين لام وصاد وزاوية صاد. أقراها ازاي بالتلات حروف؟ سين صاد لام. إذن قياس زاوية سين لام صاد أكبر من قياس زاوية سين صاد لام. ده اللي نستنتجه من المسلس الأول هنكتب عندها رقم واحد عايزين نبتدي مع بعض بقى انتوا هتاخدوا المسلس التاني وتكتبوا لي مين أكبر من مين وهستنتج منه إيه ايه واب رفع ليكم احنا عندنا مين الكبير عندنا الضلع صادعين أكبر من الضلع لام عين طب المسلس اللي احنا شغلين فيه ده قلنا اسمه إيه اسمه صادعين لام يبقى بما أن المسلس صادعين لام فيه صادعين أكبر من عين لام إذن قياس زاوية مين هيقول اسم الزاوية؟ برافاليكو صاد لام عين أكبر من قياس زاوية عين صاد لام هنكتب هنا رقام 2 وهنقول إن إحنا من 1 و 2 لما نجمعهم إحنا خدنا إن من مسلمات التباين إن إذا كان فيه متبينتين عندي طرف أكبر من طرف والتانية طرف أكبر من طرف لو جمعت الطرفين الكبار هتظل علاقة التباين أكبر من لأن أنا خدت الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير يبقى لما جمع هيطلع لي قياس زاوية سين لام عين أكبر من قياس زاوية سين صاد عين وبقى أنا كده وصلت للمطلوب يبقى إحنا هنا خدنا الشكل الرباعي وصلنا فيه القطر اللي بيوصل ما بين الزاويتين اللي أنا عايز أقارن ما بينهم واشتغلت على مسلس ومسلس وجمعت الزاويتين مع بعض عشان نحصل على الزاوية الكبيرة اللي أنا عايز أقارن ما بينهم نشوف كمان مسألة المراجي أنا عندي الشكل الرباعي بتاعي فيه صاد عين أكبر من سين صاد وعندي كمان السين لام يساوي لام عين يعني في عندي إيه في عندي أضلاع متسوية وفي ضلعة أكبر من ضل طب نكمل مع بعض نشوف إحنا عايزين نسبة إيه عايزين نمبرها إن قياس زاوية صاد سين لام أكبر من قياس زاوية صد عين لام مين هيقولي إيبقى إحنا هنوصل ما بين أنهي نقطتين أو ما بين أنهي رأسين في الشكل الرباعي اللي عندي برافو عليكم هنوصل ما بين النقطة سين أو الرأس سين والرأس عين لأنهما دول الزاويتين اللي أنا عايزة قارم ما بينهم يبقى إذن المطلوب بتاعي هو اللي بي خليني أعرف أنا هو وصل ما بين أنهي رأسين يبقى هنيجي هنا نوصل القطر أو الضلع أو القطع المستقيمة سين عين هنبتجي نحل مع بعض المسألة أول حاجة هنعملها أن احنا نرسم زي ما احنا قلنا السين عين هاي دي الشكل بتاعي رسمت السين عين أصبح في عندي كم مسلس في الشكل؟ برافو عليكم مسلسين المسلس الأولاني اللي هو احنا قلنا اسمه إيه؟ كل واحد دي يكتب بقى اسم المسلس برافو عليكم سين صادعين يبقى المسلس اسمه سين صادعين المسلس الثاني اسمه إيه؟ ممتازين سين لام عين المسلسين اللي عندي دول هشتغل على مسلس مسلس فعلوا نبدأ بالمسلس الأول بما أن المسلس سين صادعين فيه يبقى كتبنا اسم المسلس ونبدأ نشوف يطرى مين الضلع اللي أكبر من الضلع عندنا الصادعين أكبر من السين صاد طب هنستنتج من كده إيه يا أولاد برافو نفي زاوية أكبر من زاوية طالما في ضلع أكبر من ضلع يبقى في زاوية أكبر من زاوية هنكتب اسم الزاوية زي ممتاز جدا بنحط الحرف اللي نوقص ما بين الحرفين اللي عندي يعني أنا عندي صادعين يبقى أوصد هون الزاوية سين يبقى أرى الزاوية زي صاد سين عين قياس زاوية صاد سين عين أكبر من قياس زاوية سين عين صاد أو صاد عين سين في الحالتين بتطقيري صح وهنكتب عندها رقم واحد هنبتدي ناخد المسلس التاني المسلس التاني اسمه صاد لام عين هل يطرى المسلس التاني في ضلع أكبر من ضلع ولا في ضلع يساوي ضلع في ضلع يساوي ضلع مين الضلع اللي بيساوي الضلع السين لام يساوي لام عين طالما في ضلع يساوي ضلع إذن في زاوية تساوي زاوي لما يكون عندي السين لام بيساوي اللام عين يبقى ده معناه إن قياس زاوية سين هتساوي قياس زاوية عين عايزين نقولها بالتلات حروف تبقى قياس زاوية لام سين عين تسوي قياس زاوية لام عين سين يبقى لام سين عين تسوي قياس زاوية لام عين سين وهذا اكتب عندها رقم اتنين هناخد برضو الطرف اليمين في الرقم واحد نجمعهم ونجمع الطرف الشمال يبقى هناخد رقم واحد ورقم اتنين ونجمعهم لمجمع الزاويتين اللي في الناحية اللي مين هجيني زاوية برافو صاد سين لام يبقى اذا قياس زاوية سين صاد سين لام اكبر من قياس زاوية صاد عين لام يبقى انا كده وصلت للمطلوب اللي انا عايزة يبقى هنا احنا استخدمنا نظرية بتاعة المسلس المتسوي الساقين لما يكون فيه ضلع بيسوي ضلع بقى فيه زاوية بيتسوي زاوية واستخدمنا النظرية جديدة بتاعتنا بتاعة المعرضة اللي احنا زي نقارم بين قياسات الزاوية في المسلس لما يكون فيه عندي ضلع اكبر من ضلع بقى فيه زاوية اكبر من زاوية عشان كده احنا دايما بنقول ان الدروس بتاعة الهندسة متكملة يعني كل درس بيخدم الدرس اللي قبله واقدر ان انا احل المسألة باكتر من نظرية المسألة التانية او التمرين الجديد بيقولي فيه الشكل المقابل مرة دي زي ما احنا شايفين كده عندنا الضلع الف بي اكبر من الضلع الف جيم وعندي كمان القطعة المستقيمة او السين بي يساوي الصاد جيم سين بي يساوي صاد جيم وهيزا اثبت ان قياس زاوية الف صاد سين اكبر من قياس زاوية الف صاد سين يا ترى هنا انا هقدر اعمل ايه لو جيت بسيت للزاوية الف صاد سين والزاوية الف صاد سين صاد هلقيهم موجودين في المسلس الف سين صاد هل يا ترى انا عندي اي علاقة ما بين اطوال اضلاع المسلس الف سين صاد مفيش هنا اي علاقة لقال ان الف سين اكبر من الالف صاد ولقال ان السين صاد اكبر من الالف سين مفيش اي علاقين هم الإعراضة التي عندي موجودة مابلين أنهي ضلعين موجودة في المثلث ألف بي جيم الكبير عندي الضلعة ألف بي أكبر من الضلعة ألف جيم ودأني معلومة كمان مهمة لازم أستفيد منها قالي أن أنا عندي السين بي يساوي الصاد جيم طيب لو إحنا بصينا للألف بي اللي هو الأكبر من الألف جيم والسين بي أكبر من سين صاد لو إحنا طرحنا من الألف بي الجزء سين بي هيتفضلي إيه يا أولاد رضع إيكو ألف سين طب نبص كده للألف جيم لو إحنا الألف جيم ده خدنا منه والصات جيم هيتفضل لي أنهي جزء برافو عليكم هيتفضل لي ألف صات يبقى المرات دي هنا المتبينتين اللي عندي دول المتبينة والمعادلة اللي عندي هعمل فيهم إيه أنا هترحهم برافو وإحنا اتفقنا مع بعض إن علاقة التباين إذا طرحنا عدد ثابت من طرفي المتبينة هل إشارة المتبينة أو اتجاه التباين ده بيتغير طبعا إيه ما بيتغيرش إذا طرحنا عدد ثابت من طرفي المتبينة هتصل علاقة التباين كما هي طب تعال نشوف مع بعض يا طرحنا عن حل السؤال ده إزاي هنبدأ مع بعض البرهون هنرسم مع بعض الرسمة وعايزة كل واحد فينا بقى يبتدي يقول لي إحنا أول خطوة هنعملها هنعمل إيه برافو هنقول مين الضلال أكبر من الضلال يبقى بما أن الضلع قلب به أكبر من الضلع ألف جيم هاستنتج من كده إيه أه لسه لسه في حاجة كمان لازم نقول لازم نقول مين الجزء اللي بيساوي الجزء عندي سيم بيه يساوي صاد جيم وبما أن سيم بيه يساوي صاد جيم دي تاني حاجة هتكلم عنها هعمل إيه دلوقتي برافو عليك وهنطرح واحد من اتنين يبقى هنا هينتج من الطرح لما نشيل من الألف بيه ياخد منه الجزء سيم بيه هيتفضل لي قولنا إيه برافو عليك هيتبقى ألف سيم ولما نشيل من الألف جيم للصاد جيم هيتفضل الألف صاد ممتازين جداً يا سنتانية نكتب الكلام ده يبقى إذا ألف سيم أكبر من ألف صاد أصبح في عندي فعلاً ضلعة أكبر من ضل الكلام ده موجود جوه أنهي مسلس برافو عليك وفي المسلس ألف سيم صاد يبقى إحنا دلوقتي هنتكلم أو هنشتغل على المسلس ألف سيم صاد يبقى أنا دايماً في مسائل التباين عشان أقدر أحل السؤال لازم أبقى أعرف أنا أشتغل يا ترى فأنهي مسلس من المسلسات وفيين الضلع اللي أنا عايز أعثبت أنه أكبر من الضلع كل ده بعرفه إزاي بشوفه من الزوايا اللي أنا عايز أقارن ما بينهم لأن الزوايا اللي أنا عايز أقارن بينها مرتبطة بالأضلع كل زاوية عايز أقارن ما بين زاويتين يبقى لازم أبصر الضلعين اللي موجودين أصده لما بصيت هنا على الزاويتين اللي أنا عايز أقارن ما بينهم لقيته منهما موجودين ما بين ضلعين موجودين في المسلس آلف سيم صاد فعشان كده ابتديت أجيب علاقة ما بين الأضلع في المسلس آلف سيم صاد نكمل حل مع بعض يبقى هنا بما أن المثلث ألف سنصاد فيه ايه اللي عندي هنا في المثلث ألف سنصاد اللي احنا لسا مستنتجينه عندنا الألف سن أكبر من الألف سن ممتاز مين هيقولي مين الزاوية الأكبر من الزاوية برافا عليكم هيبقى فيه عندي قياس زاوية ألف ممتاز ألف سن أكبر من قياس زاوية ألف سين صاد نكتب الكلام ده الألف سين وصاد وقياس زاوية صاد والألف صاد وصاد وقياس زاوية سين بكتب الزاوية زي الألف سين وصاد وصاد يبقى الصاد جهة تبقى فين هي رأس الزاوية ورأس الزاوية بيكون في النص ما بين الحرفين التانية يبقى زاوية اسمها ألف صاد سين والتانية ألف سين صاد يبقى أنا كده قدرت فعلا أثبت أني فيه أن قياس زاوية ألف صدسين أكبر من قياس زاوية ألف صدسين. يبقى احنا نلاحظ هنا ان احنا دايما بنستخدم المسلمات بتاعت التباين ان لو في عندي طرفي متباينة طرف أكبر من طرف وطرحت عدد ثابت من الطرفين هتظل علاقة التباين كما هي. ولو انا في عندي كذلك جماعة تعدد على طرفي المتباينة برضو هيفضل عندي الأجزاء الكبير أكبر من الجزء الثاني. يعني الجامعة أو الطرح من طرفي المتباينة ما بيغيرش اتجاه التباين. احنا كده النهاردة بنكون قدرنا ان احنا نشوف ازاي نقدر نقارن بين قياسات الزواية في المسلس من خلال أطوال الأضلع. يبقى اذا اختلف طول الضلعين في مسلس فأكبرهما في الطول تقابله زاوية أكبر في القياس من التي تقابل الضلع الآخر. وعرفنا كمان ان احنا نقدر بين المسلس المتساو السقين والمسلس المختلف الأضلع. اشتغل واجمع ما بين الزاويتين. هناخد المثال اللي بعد كده مع بعض. في الشكل المقابل عندي هنا المسلس ألف بهجيم فيه ألف جيم أكبر من ألف بي. وعندي البيهجيم بيوازي سين صاد. القطع المستقيمة بهجيم توازي سين صاد. عايزة ازبط ان قياس زاوية ألف سين صاد أكبر من قياس زاوية ألف صاد سين. عشان اقدر ازبط الكلام دوت. أولا لازم استفيد ان انا في عندي الضلع ألف جيم أكبر من الضلع ألف بي. يا طرى لما يكون الضلع ألف جيم أكبر من الضلع ألف بي. ايه اللي هينتج؟ برافو عليكم. لما يكون الآلف جيم أكبر من الآلف بي. هينتج ان قياس زاوية بي. اكبر من قياس زاوية جيم. الكلام ده احنا بنتكلم فقا هي مسلس في المسلس. الضلع ألف بي جيم. طيب ايه اللي هستفيد منه من التوازي بقى؟ اه برافو عليكم احنا اتفعنا مع بعض لما يكون في توازي بنبتدي نشوف يا طرى هاي في عندي من التوازي دوت طلع لي حرف الزد ولا طلع لي حرف الاف ولا طلع لي حرف اليو. لو طلع لي حرف الزد دي بقى في زاوية متساوية بالتبادل. ولو طلع لي حرف الاف يبقى في زاوية متساوية بالتناظر. ولو عندي حرف اليو هيبقى في عندي زاوية داخلة ومتكملة. طب الحرف اللي طلع عندنا هنا واضح انه هو حرف الايه؟ ممتازين حرف اليو. يبقى في زاوية متساوية بايه؟ زاوية متساوية بالتناظر. تمام يا ولاد؟ طب تعالوا نشوف مع بعض بقى هنحل السؤال ده ازاي؟ لما نجي نقول البرهون هنرسم الرسمة بتاعتنا نبتجي نقول اسم المسلس اللي هو الف بيه جيم ونقول يا ترى مين الضلع اللي اكبر من الضلع. عندنا الف جيم اكبر من الف بيه. طب لما يكون الالف جيم اكبر من الالف بيه الا هينتق روز عليكم هينتق ان القياس زاوية بيه اكبر من قياس زاوية جيم. لأن احنا قلنا الضلع الكبير تقابله الزوية الأكبر الضلع ألف جيم تقابله زوية B والضلع ألف B تقابله زوية جيم يبقى قياس زوية B أكبر من قياس زوية جيم وهنكتب عند الجزء ده رقم واحد هنبتجي بعد كده نتجه لمين؟ نتجه للتوازي طبعا التوازي دايما سؤال التوازي بيبقى موجود يعني زي ما الإناف المثلث المتصوصقين التوازي كان موجود في التباين التوازي موجود في كل حالات الهندسة التوازي ده جزء لا يتجزأ من الهندسة طيب هنشوف مع بعض إيه اللي هينته يبقى بما أن القطع المستقيمة بهجيم توازي القطع المستقيمة سين صاد إذن تلعي لنا حرف الإيه؟ تلعي لنا حرف الإف يبقى في زوية عندي متساوية بإيه أولاد حرف الإف بجين زوية متساوية بإيه؟ ممتاز زوية متساوية بالتناظر مين هيقول لي اسم الزوية اللي بتساوي الزوية؟ برافو قياز زوية بيه هتساوي قياز زوية ألف سين صاد طيب يا ترى قياز زوية جيم هيساوي قياز زوية إيه؟ برافو والجيم هتساوي ألف صاد سين يبقى هنا في زوية بتساوي زوية بالتناظر تعالوا نشوف هنكتبها قياز زوية ألف سين صاد تساوي قياز زوية بيه بالتناظر ومين تاني هيساوي مين قلنا؟ بالضبط كده قلنا أن قياز زوية جيم هتسوي قياس زاوية ألف صد سين بالتنظر نكتب في الكلام ده إذن قياس زاوية ألف صد سين هتسوي قياس زاوية جيم هي كمان بالتنظر هنكتبع عند الخطوة دي رقم اتنين يبقى أنا في عندي هنا زواية متسوية في رقم واحد وبرضو في زواية تانية متسوية في رقم اتنين إيه هيا أنتب? إحنا قلنا دلوقتي في رقم واحد إن زاوية بي أكبر من زاوية جي وإدمنا نسبة إن زاوية ألف سين صاد قد البه وإن الألف صاد جيم ألف صاد صين قد الجيم يبقى لما تكون البه أكبر من الجيم بالتالي لازم تكون الزاوية سين أكبر من الزاوية إيه صاد لأن البه قد الصين والجيم قد الصاد يبقى قياس زاوية سين اللي هي في المثلث ألف سين صاد اللي هي اسمها ألف سين صاد هتبقى أكبر من قياس زاوية ألف صاد سين يبقى هنا قدرنا فعلاً إحنا نستنتج إن قياس زاوية ألف سين صاد أكبر من قياس زاوية ألف صاد سين اللحظة إن إحنا استخدمنا هنا في السؤال ده التوازي ومن شوية استخدمنا المثلث المتسوسقين يعني الأجزاء بتاعة الهندسة كلها متصلة أقدر استخدم في المسألة الوحدة أكتر من حاجة وأنا بحل السؤال بتاعي إحنا كده قدرنا إن إحنا نشوف إزاي نقدر نقارم بين أطوال أضلاع المسلث وزاوية قلنا إن لو الضلع أكبر من الضلع هتبقى الزاوية أكبر من الزاوية وأكبر أضلاع المسلث طولاً تقابله أكبر زاوية المسلث في القياس ودايماً أكبر أضلاع المسلث تقابله زاوية أكبر من الستين درجة وأصغر أضلاع المسلث تقابله زاوية أقل من ستين درجة قلنا إن إحنا الزاوية 60 دي بالتحديد لأن إذا كانت الزاوية بتساوي 60 درجة يصبح المثلث متساوي الأضلاع إحنا كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة الأستاذة فاطمة مصطفى رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته